اشتركوا في القناة هناك طبعا خوف لدى المستثمرين بالاستثمار بكل الجانبين لأن هناك عبارة عن صراع محتمل أو حتى صراع مسلح محتمل في المنطقة عندما يكون هناك معاهدة سلام وخطة سلام فإن هذا سيكون جاذب للاستثمارات وأيضا بشكل خاص للقطاع السياحة نعم طيب يعني الانتعاش الاقتصادي مرتبط بالاستثمارات والاستثمارات تشترط القدرة على أخذ القروض ومن ناحية أخرى قبرص ترزح تحت أزمة مالية كبيرة كيف يمكن القبرصين أن يخرجوا من هذه الدوامة؟ طبعا هناك عدد طرق للخروج من دوامة الديون ولكنها ليست سهلة فيما تعلق بقبرص اليونانية الجنوبية التي ترزح تحت الديون هناك في برنامج تقشفي قد بدأوا فيه ويبدو أنه سوف يأتي بنتائج وإلى جانب ذلك هناك الكثيرون من اليونانيين يعلقون أمانا كثيرة على حقل الغاز الذي تم اكتشافه حديثا والذي سوف متوقعين أنه في سنة 2015 ممكن البدء بإخراج الغاز الطبيعي من الساحل القبرصي فيما يزود الإنتاج المحلي بالغاز ومن ثم بالمستقبل بالتصدير إلى أوروبا كاملة طيب وما دور السياحة في هذا السياق؟ طبعا السياحة هو عامل موجود دائم ولكن قطاع الغاز والنفط هو قطاع أهم وممكن أن يجلب استثمارات أكبر وطبعا عامل تصديري مهم جدا سؤالي الأخير هو الأزمة الروسية الغربية النزاع بين الأوروبيين والروس والروس يعني مستثمرون محببون جدا في قبرص هل سينعكس ذلك على اقتصاد قبرص؟ طبعا بالتأكيد الاقتصاد القبرصي مرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الروسي وهناك استثمارات روسية كثيرة في قبرص وأيضا خصوصا في مجال المالي لمجال البنوك وما إلى ذلك وهناك طبعا خوف كبير لدى القبرصيين أن يكون هناك عقوبات أوروبية على روسيا تلزم القبرصيين باتباعها فهذا ممكن أن يكون مشكلة كبيرة للقبرصيين ولذلك فالقبرصيين يفضلون أن يكون هناك عقوبات ولكن لكل دولة لها الحق في اتباع هذه العقوبات أو تطبيق هذه العقوبات أو لا نعم دكتورة سلام سعيد شكرا لوجودك معنا سلام دكتورة سلام شكرا